مشاهدينا الكرام كثرت الأسئلة في الفترة الأخيرة وفي الأولى الأخيرة عن حالات الطلاق والتأصيل الفقهي لهذه الحالات خلونا النهاردة نبدأ مع الدكتور حاتم عبد العظيم نفهم معنى الطلاق في الشريعة الإسلامية وما هو التأصيل الفقهي لحالات الطلاق أحكامه أدابه هنحاول طبعا نحن نتحدث عن هذه الأمور ولكن بشيء من الاختصار لأنه وقتنا هيبقى أولاد جدا عشان نقدر نجاوب على أسئلة حضراتكم في باقي الحلقة على بركة الله نبدأ شيخنا يعني عايزين في البداية كده تأصيل فقهي مبسط لأحكام الطلاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن الأسرة هي ركيزة من ركائز الإسلام وهي عماد النظام الاجتماعي في الإسلام والإسلام حاط الأسرة بكل الاحتياطات والضوابط التي توفر لها الاستقرار والنجاح نعم بداية من الاختيار الحسن في الأول ومرورا بوضع الإسلام لقواعد الحقوق والواجبات حتى لا نتنازع عليها وإحنا في عقد الزواج بنوليا والسلام أحمد بالراجل وليل بنت بيقول زواجتك بنتي على إيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله والتاني بيقوله إيه قبل زواجتك منها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله معناها أن في ميزان للحقوق والواجبات تراضينا جميعا أن يكون هو المرجع والأصل والأساس في الحقوق والواجبات نعم فالميزان ده أعطى للرجل حقوقا اسمها جملة كده القوامة القوامة دي اللي تعني الطاعة والمسئولية والرعاية وحاجات كتيرة وأعطى في مقابل القوامة على الرجل واجبات الإنفاق وتوفير المسكن والمأكل والمشرب والعلاج وإلى آخره وبالتالي فيه توازن في الحقوق والواجبات فلما نيجي نختلف يبقى مرجعيتنا وإحنا متفقين على كده من لحظة العقد مرجعيتنا مش الأستاذ ردوى الشربيني ولا قناة ولا مجلة هو وهي مرجعيتنا في حل مشاكلنا جميعا هي كتاب الله وعسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو احنا عملنا كده وبدأت الأسرة على القيمة الدينية الراسخة واستمرت على المنهج الإلهي الرباني اللي نزل في القرآن والسنة النبوية إن شاء الله ما يحصلش فيها ما يدعو إلى الفراق لكن أحيانا يعني للأسف شديد لا تنجح الأسرة وتتعرض لمشاكل كثيرة جدا قد يكون من شاءها عدم توفق طباع الزوجين أو سوء أخلاق أحدهما أو ظروف عارضة قاسية مرت بهما منعتهما من الاستمرار فأصلنا المرحلة إنه استحالت فيها العشرة مع ملاحظة إن الإسلام لا يسلم ليه حكاية استحالة العشرة بسهولة ده حصل مشاكل يحط لنا آلية الحلة والآلية دي تبدأ من الكلام الطيب والصلح ومعرفش إيه وتمر كمان بإنه الزوج ممكن لو زوجته دخلت في حالة النشوز تمام يضرب حتى ترتدع وترجع والإذن بالضرب بين قوسين مش إذن مطلق وما هواش عنوان العلاقة بين الأزواج والزوجات إنما ده دواء قاسي جدا أذن به الشرع في حالة نشوز المرأة يعني خرجت من الطاعة وخرجت من النظام الإسلامي للأسرة وتمردت على زوجها وعلى مؤسسة الأسرة ويوشك إن البيت ده يتهد فيقول له بقى ده علاج كيماوي علشان الراجل ما يموتش بنستخدمه إحنا مضطرين وإحنا متأسفين جدا إنقاذ للأسرة إن كان فيه الإنقاذ طب ما انفعش يبقى الهجر في المطجع طب ما انفعش يبقى حكما من أهله وحكما من أهلها تمام وخلاص بقى كل الوسائل دي حاولنا بها ففشلت والأسرة وصلت إلى حفة لأنه ريجي الطلاق الطلاق رغم إنه في قول جمهور الفقاء مباح إلا إنه كما جاء في الحديث عند أبي داود وإن كان في ضعف يعني لكن معناه صحيح إنه أبغض الحلال إلى الله إنه أبغض الحلال إلى الله الطلاق الحلال مفترض أن ربنا ما يبغضوش ده أجازة أولي الناس لكن الطلاق رغم كونه في الأصل حلالا على قول جماهير أهل العلم إلا أنه بغيض إلى الله سبحانه وتعالى وحبيب إلى الشيطان شيطان يجلس على عرشي على الماء وكلهم يبعث سراياه لفتنة الناس وإضلال الناس فأقربهم منه منزلة اللي بيجي آخر النهار فالشيطان يدنيه منه ويثني عليه ويكافئه الذي فرق بين زوجين وربنا جعل التفرقة بين الزوجين من أعمال الشيطين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سبحان الله والشيطين اللي بيعملوا كده لذلك أي بداية الخلاف بين الزوجين وبداية المشكلة حاضر فيها الشيطان وقف بينه وحرشه بينهم ومن البداية برضو ينبغي أن الزوجان يعني يتعوداني على أن تكون لديهما آلية لتفادي المشاكل أصلا لتفادي تضخمها يبقى لو هنختلف وسطنا على بعض أنا هترك البيت وامشي أنا هسيب لك الأوضة ويدخل الأوضة التانية يعني اتفق كده هنتصل على فلان يتدخل بنا قبل ما الموضوع يتفاق لأن المشكلة أن الزوجان يستمراني في الخلاف والإيزاء والموضوع يكبر واللي هو تزيد بينه وعدين يقوله بقى دخلوا الشيخ فيدخل الشيخ يلاقي إيه الدنيا بعيدة مسافة بعيدة جدا أنه يعمل حاجة فلاقي الشيخ اللي انتم اتفقتوا أنه يبقى مرجعية ليكم ومتاسقون في دينه وعلمي وأماناته دخلوه في البداية علشان خاطر يصلح بينكم ما تدخلوش أبدا الأهل والأصدقاء ما تدخلوه مش في المشاكل خلو الأهل دايما يحضروا الجزء المشرق في حياتكم فيروح لأب سعيد لبنته واتنام الأم سعيدة لبنته لكن لما يدخلوهم في المشاكل بيتحولوا هم نفسهم إلى عامل ضغط شريسة جدا على الأسرة وفي الأخير بيؤدي هذا إلى فشالها طيب وصلنا بقى للمحطة المؤسفة جدا التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله ولا نحبها للمسلمين يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى حق الطلاق للزوج وليه ربنا أعطى للزوج مش للزوجة واحد لأنه الزوجة تفكره كثيرا بعاطفتها ولو فكر لو سبنا حق الطلاق للمرأة يبقى إيه هتطلق جزء أو تطلق نفسها منه كل ثلاث دقائق تقريب لكن ربنا أدأ للزوج علشان خاطره هيعلم من خلقه ويعلم أن الزوج بحكم الفطرة والجبلة قادر أن يتحكم في نفسه شوي وكمان لأن الزوج هو اللي يتحمل التكاليف والتبعات المالية للطلاق هو اللي يدفع مؤخر هو اللي يدفع نفقة وهو اللي يبقى مطالب يعمل بيت جديد ويدفع مهر جديد ويأسس البيت الجديد فهو اللي يتحمل التبعات المالية للطلاق علشان كده الطلاق عندك علشان لو خدت قرار الطلاق أنت اللي هتتحمل ما يترتب عليه من مسؤوليات بعد كده ربنا سبحانه وتعالى مداش حق الطلاق للرجل مطلقا طلق زي ما هو عايز في الوقت اللي هو عايزه بالعدد اللي هو عايزه لا ده ضبط له كيفية الطلاق وده ضبط له عدد الطلقات وده المؤتمر مهمة خلينا إخواننا المشاهدين يدون اهتمامهم مشروع لا يجوز شرعا أن تطلق المرأة إلا في طهر لم يسبق فيه جماع ولم يستبق لها فيه حمل يعني إيه واحد لازم عشان يطلق طبق طاهر ما تبقاش حائد فطلاق الحائد حرام باتفاق بالإجمع حرام شرعا إن راجل يطلق مراته يا حائد تمام رقم اثنين طب هي طاهر يبقى السؤال الثاني هل سبق بينهما جماع في هذا الطهر أيوة سبق يبقى حرام يطلقها إلا إذا كانت حملت تمام يبقى لو كان الطهر ده سبق فيه جماع يبقى منفعش فيه طلاق وبالتالي لو عايز تطلقها وهي حائد هيبقى ملزم شرعا ينتظر حتى تطهر أي ويمضي من طهرها كما يقول المملك زمان صالح يوم وليومين تمام فإن جامعها لا يحل له طلاقها في هذا الطهر كله وإذا كان عايز يطلق يبقى يمسك عنها فلا يقربها ثم يطلق أي فإبقى طلقها لعدتها طلقها في طهر تستقبل فيه عدتها إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني في طهر لا جماعة فيه يستقبلون به العدة يبقى أول حيض جاي بعد الطهر ده ينعدوا من العدة تمام يبقى إذا نرقم واحد اللي بيحصل الآن المراته دايقته فلا تطالق الإسلام لا يريد هذا إطلاقا لا يريد أن يكون الطلاق قرارا انفعاليا في لحظة غضب ليس مبنيا على قرار مدروس متأني ميزا للمصالح والمفاسد عاقل فيه استشارة لأهل الاستشارة الموسوقين بالنسبة لك فيه استنفاذ لوسائل الإصلاح بينكما القرار في الطلاق في الإسلام مش نزوة ولا ردة فاعل ولا غضبة لا ده قرار عقلاني جد عشان كده ما نفعش تطلقها في طهر سبق فيه جماعة ولا في حيض أصلا يبقى بالتالي لو هي حائض اللي السلام يقوله تنتظر حتى تنقضي حيضتها ويبدأ طهر جديد فعدينا سبع تمنت أيام كمان يومين في الطهر والليوم في الطهر كأن الإسلام يقوله ادو لنفسك فرصة هي تسترديك وانت تراجع نفسك وتحل المشكلة وما نوصلش للطلاق طب لو إحنا في طهر سبق فيه جماعة يبقى لازم ينتظر حتى ينقضي ذلك الطهر ويجي بعد منه حيض وينقضي ذلك الحيض ويجي بعد كده طهر ويمضي من هذا الطهر الجديد زمان وصالح يعدي منه يوم على الأقل وبعدين إن شاء طلق وإن شاء أمسك كأن الإسلام يقول لا قرار الطلاق مش قرار متعجل لازم تدو لنفسكم فيه فرصة طويلة طبعا ويبقى في عندنا محطة واثنين وثلاثة وفرص كتيرة جدا للإصلاح وللمراجعة وللتواد بين الزوجين تمام حتى نتفادى الطلاق طيب طلق وبعد بقى مستوفى هذه الشروط ويحرم شرعا أن تطلق المرأة في حيضها وفي طهر سبق فيه جماعهم بينهما جميل خلاص كده طلقها هو عنده فرصتين اسمهم طلاق رجعي والثالثة اسمها البائنة يبقى هو أول مرة يطلق أول مرة يقول لها أنت طالق تمام بشروطها دي اسمها الطلقة الأولى الرجعية يعني رجعية يعني طول ما هي في العدة ما زالت زوجة أو في حكم الزوجة يعني عشان أبقى دقيق ويحق له أن يراجعها بكلمة تمام يبقى هو أنت طالق دي إيه الطلقة الأولى أو التانية الطلقة الأولى أو التانية دي اسمها طلقة إيه رجعية يعني رجعية يعني طول ما هي في العدة يقول لها رجعتك يقول لها رديتك يقول لها خلاص انت مراتي بكلمة خلاص اتحسبت الطلقة ورجعت بقت مراته تمام وإلى أن يراجعها أو تنقضي عدتها هي على الراجح في بيته مقيمة في بيته وتتزين له وتأخذ أحكام الزوجة نحن عايزينها تتزين له ويرجع له ويقول لها خلاص رجعتك عشان نرفع الطلقة اللي حصلت دي ويحرم شرعا أن تترك بيته من طلاق رجعي تمام لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ياتين بفاحشة مبينة يبقى هو اللي أنت طالق دي طلقة الأولى أو التانية اسمها طلقة رجعية يبقى الطلقة الرجعية هي فين في بيته بتعمله الأكل وتتزين له كل حاجة كأنها زوجة علشان خاطر رجع يقول لها خلاص أنا راجعتك ويقول لها أنا رديتك فتبقى مراته انتهينة تمام ولا فيه كفارة ولا فيه يعني فلوس يطلعها ولا فيه أيام نصومة ولا حاجة أبدا تمام هي طلقت حسبت من رصيد الطلقات بتاعته ورجع مراته فبقيت مراته تمام طيب عدت العدة بتاعتها الرجعية دي من غير ما يرجعها والعدة دي يعني ثلاث حيضات بعد الطهر اللي طلقها فيه ما حصلش فيه جماعة تمام فجات أول حيضة انتهت وبعدين ثاني حيضة انتهت وبعدين ثلاث حيضة انتهت بنهاية بتهرها من الحيضات الثالثة حصل حاجة بنسميها في الفقه بينونة صغرى بانت منه خلاص ما بقتش زوجة في اللحظة تحت الجب وتاخد شنطتها وتطلع على بيت أبوه أيام أو ياخد هو شنطته ويمشي من البيت تمام فبمجرد انقضاء العدة من الطلاق الرجعي بتحصل حاجة بنسميها البينونة الصغرى يعني ايه بينونة ويعني ايه صغرى بينونة يعني بقتش مراته ولا على زمته وتحتاجب منه وصغرى يعني ينفع يتجوزها تاني بس بمهر جديد وعقد جديد وبرضاها وإذن وليها انت دلوقتي زوج وطلقت الشرع قالك انت صاحب الكلمة لوحدك لغاية ما تنتهي العدة ولا يتملك وهيها شيئا ولا يملك وليها شيئا يا ما تقول لهاش رجعتك تقول لك لا ما رجعتش لا ما لهاش كلام طول ما هي في العدة القرار قرار الزوج تمام كده تمام وبكلمة منه تبقى رجعت ايه مراته طب انقضت العدة خلاص ما بقاش قرار ولا كلمته بقى القرار والكلمة عندها هي وليها وانت عايز ترجعها تروح تخبط على بيتهم وتقول لها عم الحاج جاوزني بنتك اي يا ابني ما كانت مراتك كنت اللي طلقتها انا غلطاني عم الحاج طب هنعمل ايه هتدفع مهر جديد وعقد جديد اي طب ينفع هم يقول لك لا مش هنجوزها لكن ينفع جدا ينفع يقول لك لا عشان كده ما تتركش الامور الى انت بينا منك بينونا تنصورة وتروح انت تنتظر موافقتهم ولازم مهر جديد تتفقوا عليه ولازم مجلس عقد جديد تمام لكن لو رجعتها قبل انقضاء العدة خلاص ما فيش اي حاجة من الحاجات دي اي تمام طيب انقضت العدة وتزوجها بمهر جديد وعقد جديد فضله كم طلقة رجعية واحدة واحدة سواء رجعها في العدة ورجعها بعد العدة فاضل ايه طلقة رجعية تمام استخدم الطلقة الرجعية وطلقها ورجعها تاني يبقى استنفذ الطلقتين الرجعيتين اه التالتة مش هتبقى رجعية التالتة هتبقى بائنة بينونا كبرى اه اللي هي فلا تحلوا له من بعد وحتى تنكح زوجا غيرها ايه فلو جيه في التالتة وقال لها انت طالق يبقى من لحظة مقال انت طالق تحتجب اه تحتجب تبقى مش زوجة العدة بقى خلاص ملوش فيها عليها سلطان اي ولا حق في الرجع ولا حاجة ابدا ولا يجوز ان ترجع الى ذمته الا اذا تزوجت غيره فمات عنها او طلقها ويجي صاحبنا يدخل يتقدم خاطب من الخطاب يقبلوه او ما يقبلوشه انقبلوه يبقى مهر جديد وعقد جديد تمام تمام عندنا بقى ايه عدة ملاحظات سريع فاضلنا كم ديها في الفقر انا للأسف فاضلنا اقل من تلاتين ثانية طيب خلاص يعني مش هلح اقول حاجة في تلاتين ثانية عايز اقول بقى انه في تلاتين ثانية دول خليهم طيب دي ايه ولا حاجة دي ايه ان شاء الله يبقى رقم واحد الملاحظات اللي انا عايز اقولها واحد طلاق الغضبان الذي استغلق الغضب وعقله ما بقاش عنده تمييز مش شايف قدامه لا يقع للنص النبوي قال صلى الله عليه وسلم لا طلاقة فيه اغلاق الاغلاق اللي وغيها بالعقل طب لو كان غضبان جدا جدا بس فيه شوية تمييز فيه شوية عقل موجودين فمدرك انه يقول لها انت طالق واخد باله ان ده طلاق يعني يبقى ايه الحكم ساعتها يبقى اذا كان هذا الطلاق صادرا عن الغضب لا يقع قياسا على منع طلاق المغلق المستغلق وان كان صادر عن التمييز هو واعي اللي بيقوله يبقى وقع هذا الطلاق طب نعرفها ازاي لا انت طالق يقول والله ما اردت ذلك ولا نويته ولا خدت باله انت طالق يبقى ده جاي من الغضب يبقى لا يقع او يقول لا انا هي اهنتني وديقتني وانا قلت لها كده اوه تستاهل اوه انا عارف يبقى ده كان قرار فيه الارادة وفيه النية وبالتالي يقع ده رقم واحد ده رقم اثنين الطلاق البداي اللي هو اللي طلق امراته في حيد او طلقها في طهر ينسبق فيه جماعة جمهور الفقهاء طبعا في اتفاق بين الكل على ان هذا حرام لكن جمهور الفقهاء على انه حرام ويقع الطلاق وابن تيمية عليه رحمة الله ومن وفقه على ان ذلك حرام ولا يقع الطلاق فابن تيمية لا يوقع الطلاق البدعي اللي هو طلاق المرأة في حيد او طلاق في طهر سبق فيه جماع وطبعا الطلاق فيه تفاصيل كتير جدا اكيد والله هذا ما نستطيع في العجالة ديان بشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذا الصرح والتوضيح